اشتركوا في القناة تقتضي تصورات مختلفة وافكار جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد مزيان برشة الكلام هذا والتصورات والافكار والمفاهيم حاجة جميلة في فرض انتع قانون ولا فتع فلسفة في احدى الكليات التونسية في الاثناء على ارض الواقع الوضعية مختلفة وخاصة الوضعية اكثر ببرشة عنف وما فيها حتى جرام من رومانسية البيانات والتصورات العليا البارح في منطقة العوامرية في معتمدية برغو من ولاية سليانة تقلبت شاحنة خفيفة فيها عدد من العمال في المجال الفلاحي راجل وتسع نساء جرحوا في الحادث هذا وهزهم للسبتار قداش من مرة سمعنا بحوادث من النوع هذا والاهم قداش مزلنا باش نسمعوا بحاجات من النوع هذا ما فهماش رئيس الجمهورية يمشي لهم في عيد المرأة ومركبونتو على ما يسمى بالنخبة شوفنا زادة تبديل الفوتوت بروفيل وكيفاك المحارمة ولا ترمز وكذا في الاخير شنو اللي تبدل بالنسبة لهك العاملة الفلاحية اللي تخرج خاطر بحياتها كل يوم باش تستقاط هي وعائلتها يبدو انو ما تبدل حتى شيء وقعدنا الكلنا على بعضنا يا اما نستغلوا فيهم باش نمشيوا امورنا يا اما نعملوا استاتيو ونبدلوا تصويرا جوست باش نرتحوا وضمائرنا ونقعوا رواحنا اللي احنا ساهمنا في تغيير الاشياء واللي يعش بك فينا قداش مقونا في البوكييات وفي رمية تهم وتحميل المسئوليات ولكن الفعل يجيبوا ربي ونقعدوا نعاودوا في نفس الكلام من حادث الى حادث احنا متعلموذة وكلمة تهزنا وكلمة تجيبنا وتحكم فينا وسائل التواصل الاجتماعي ما فيماش حكومة ما تناولتش موضوع العاملات الفلاحيات وسمعنا عشرات الوعود كيف باش نحلوا المشكلة ونعملوا قانون ونظموا القطاع دفاعا عن المرأة التونسية المكافحة وهك الشعارات هذيك الكل اللي عبينا منها الشكاير في المجال هذا وفي غيره وقعدنا نستهلكوا في الوعود وفي الشعارات في الاخير طبعنا مع المظاهر اللي قبل كانت تتحرك فينا حاجة واخبار كما حادث متعاملات فلاحيات اصبح ما تحكاش عليه كان عرضيا يبدو ان لاهين ناكلوا في بعضنا ونتشمتوا في بعضنا بينما اغلبيتنا تعاني من صعوبات الحياة كثرة العناوين والاعلانات ولكن في ارض الواقع الاصلاح مزل ما فهماش ما قلتش اللي الاصلاح سهل واللي الارادة تكفي لتحسين الامور نعرف اللي الامور معقدة اكثر من هكا واللي حتى حد ما يحب يشوف عاملات فلاحيات يتجرحوا ولا يموتوا ولكن كما يقول المثل طريق الالف ميل يبدأ بخطوة هاتنا عملوها هاتنا عشوري هناك قناعة كون المنظومة التشريعية هي من ستغير هي التي ستغير كل شيء هي التي ستصلح هذا الوضع عنا مدة نحكيه على حوادث العاملات الفلاحيات عنا مدة نشوفه في الحوادث قاعدة تصير والارواح قاعدة اه معناها نخسره في الارواح ونشوفه في انساء اللي هي ليزي تخلص اه جزء هام من جورنتتها بش تمشي تخدم في وسيلة نقل اللي هي لا تضمن ادنى شروط الادمية وزيد تتعرض للحادث ينجم يقدي بحياتها ما تغير شيء في الافناء ما تغير حتى شيء لانه لانه في اخر الامر اه مساعدة برشناس الفورمول هذي يعني النقل للعاملات الفلاحيات بالطريقة هذية ومن المؤلم انه نقوله اللي اه للأسف العاملات هذوكم وما بيدهم منتفعين من هاته من طريقة النقل هذية اللي اه تضمن لهم نقل منتظم عن تهيزهم من مكان معين الى مكان العمل لامتاحهم مباشرة باقل اه سون وعلى حساب على حساب السلامة وعلى حساب حتى حتى الحد الادنى من الكونفور نحكيه على ناس يهزوا موقفين لانه ما عندهمش حالاخر بالضبط ما فاماش ما فاماش خيارات اخرى اه مطروحة امامهم وكيما قلت لكم معنا مثلا حتى اللي خدم فيهم وحتى اللي ينقل فيهم وهم بيدهم اللي لقين لور كونت يعني في في طريقة نقل كيما هكا ويقعدوا الحوادث يعني ويردة ولكن عرضية يعني يقعدوا الحوادث الحوادث يعني كي كيما نقولو نحنا نخيس كابخاند هذاك هو خاطر ما فاماش ما خير اه والدولة التونسية معنتها ما 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 خدمتش بطريقة بطريقة يعني اه جدية برش على الموضوع هذي اه في ميخص برغب جيت مقترحات مروين جيت عديد المقترحات وجيت اللي وقتها كان فما امكانية امكانية متع رقمنا متع التفكر وقتها كل التطبيقها اللي عملها كل الشيء بالتونسي و هذي كله اه ما لقاش طريقه الى التطبيق لأسباب بيطول شرحها توا ولكن انا اللي حبيت اللي حبيت خاصة نركز عليه في الكلام اللي قلته هو في حاجتين الحاجة لولانية هو على الاقل كي نحنا ما نتمناش قاعدين نعملوا في اللازم بطريقة او باخرى فيما يخص العاملات الفلاحية تزومة هات على هات هات من استغلوهمش امواء من زيدوش من وضفوهمش سياسيا تخصص من وضفوهمش من زيدوش نعملوا بيهم صورة هكا ونعملوا بيهم على الاقل هذا هذا يظهر للحد الادنى وفي جانب ثاني ايضا رو عن المستوى الاجتماعي وهذا يخص الدولة وغير الدولة ويخصنا الناس كل رو ما فما حتى حد قدم ما فما حتى حد بدل حاجة من غير ما يكون فما دوام نحن ياسر في الموضة نحن ياسر في العربي العربي اللي هو معنات هذا الاربع وشرين ساعة نبدأوا الناس كل غاطسين في بوليميك معينة وإلا في اطار رد الفعل على حدث معين ومشي الحدث هذيك مشيت معاه المواجه كتعد على روحه ونرجعوا لحويزه خرين وما نزموش نقدموا بالطريقة هذي وخاصة رو يولي شعب يعني يتصرف بالطريقة هذي ويرد الفعل بالطريقة هذي رو أسهل حاجة في العالم أنك تحكمه عطيه هكا بوليميك مرة في ندرا قديش وننساقه الكل وراها وبعد ما ننساقه وراها ومهما يكون الموضوع نتفكر وقت هذي هاجر حكيتلنا عليه حكيتلنا عليها المسألة في عدد من المناسبات نحن وصلنا نتعاركه فيما يخص فلسطين على سبيل المثال ولا نوصلنا نزايده على أهل غزة معناتها نحن زعام في الحكاية ذي هات أي حاجة تعمل هكا تعمل البيز كي ما نقوله نمشي وكلنا نغطفه كوساء للتواصل الاجتماعي وكلني ناكلك وكذا لمدة 24-48 ساعة المشكلة الأساسية ما يتبدل في حد شي ما نقدموش فيه حتى سانتي نكونوا جزء خرجنا بأننا زدنا تفرقنا زدنا كلنا بعضنا لأنو نتذكر مليح كأنو جيت مقترحات مثلا في امتيازات جبائية على حافلات تكون مخصة لنقل العملات الريفية فما شكون قلق الحافلات بالنظر إلى وعورة المسالك الفلاحية ما تنجمش تأدي الوظيفة فما شكون احترح دي كاتف وكاتق دم اللي هم يتم استعمالهم مثلا في الوحيد فما شكون حكاعة أيضا على شركة أهلية ممكن تكون أو عدد من الشركة الأهلية يعني أنت هيتم توظيف التسهيلات اللي موجودة عند الشركة الأهلية لفائدة العاملات الفلاحيات لما لا حاجة ممتازة كانت تصير لكن هذا كله ما صارش شكرا ليك مرمين عشوري بعد لحظات زينب الباستي في أشعرنا اليوم نحكيه على عدة مواضيع مش نبدأوا بالطبيعة بالجلسة وانتظار التصريح بالحكم في قضية الإعلاميين برهين بسيس ومردز